موسيقى صباح الخير لأكيد المشاهدين بالبرنامج والعالم راح فيكم بحلقتنا لليوم برنامج الحدث اليوم السبت 14 شباط 2015 و15 بسر أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة المحامي والكاتب السياسي وأيضا عضو قوة 14 أذار سباح الخير وأهلا وسهلا فيك طبعا اليوم ذكرى العاشرة لإختيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عشر سنوات على هذه الجريمة سنحاول القراءة فيما تغير بين 14 شباط 2005 و14 شباط 2015 نعلم أن الكثير من المتغيرات والتحولات والتطورات حصلت بلبنان وبالعالم المحيط بلبنان بدءا بسوريا حتى بالداخل اللبناني أمور كثيرة تغيرت الربيع العربي الإرهاب داعش الحركات التكفرية كل هذه الأمور كيف أثرت على لبنان كيف أثرت على حركة 14 أذار التي أصلا انبثقت من بعد اختيال الرئيس رفيق الحريري وجود الرئيس سعد الحريري بحسب معنونة اليوم صحيفة المستقبل بأنه وصل إلى بيروت ليلة أمس قادمة من الرياض للمشاركة باحتفال لبيال عند ساعة أربعة من بعد ظهر هذا اليوم ماذا سيغير هذا الحضور ماذا ستحمل كلمة الرئيس الحريري خصوصا فيما يتعلق بكل الملفات الداخلية وعلى رأس الحوار بين المستقبل وحزب الله قبل الدخول بكل هذه التفاصيل جول إخباري سريع مع رونا ومن بعد نبدأ حوارنا شكرا كاترين صباح الخير أعلنت عائلة العسكري المخطوف عبد الرحيم دياب أنها قامت يوم الأربعاء الماضي بزيارة لابنها في جرود عرسال ولم تستطع وصف وضع ابنها إلا بالمأساوي وأضافت العائلة في بيان أنه نزولا عند رغبة بعض أعضاء اللجنة المتابعة والتزاما بالسرية التي يسير عليها هذا الملف وحفاظا على حياة ابنهم رفضوا التكلم بتفاصيل هذه الزيارة كما وناشدت والدة المخطوف عبد الرحيم دياب كلا من رئيس الحكومة تمام سلام واللواء عباس إبراهيم ووزير الصحة وأل أبو فعور الإسراع بهذه المفاوضات قائلة ابن أمانة في أعناقك أفاد مراسلنا في البقاع شوق سعيد أن الجيش اللبناني وبمؤازرة القوى الأمنية باشر بالمداهمات في بلدة مئنة في قضاء بعلبك وأوقف مطلوبين في بلدة الطيبة وذلك متابعة للخطة الأمنية في البقاع وصل رئيس تيار المستقبل سعد الحريري منتصف ليل أمس إلى بيروت قادما من الرياض للمشاركة في المهرجان الذي سيقام اليوم إحياء للذكرى السنوية العاشرة لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في البيال وبحسب جريدة المستقبل يترقب اللبنانيون مضامين الخطاب الذي سيلقيه في المناسبة وما سيرسمه من خطوط حمر حول مسلمات ومبادئ لانتحد عن الدرب التي خطها الحريري الأب وانتعددت السبل والمسالك صونا للكيان من كل المطبات والمنزلقات الإرهابية والاستبدادية والطائفية والمذهبية هز انفجار ضخم ليلة أمس مدينة التل الواقعة شمالي ريف دمشق والتي تحتضن المئات من النازحين من ريف دمشق وحمص ومناطق أخرى الانفجار وبحسب شهود عيان نجم عن انفجار سيارتين مفخختين أمام مسجد فاطمة الزهراء في المدينة أسفر عن وقوع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح تنسقية مدينة التل أكدت خبر الانفجار على صفحتها وذكرت أن انفجارا ضخما وقع في حرنة الغربية أدى إلى سقوط بعض المباني ووقوع عدد من الإصابات وقد عملت سيارات والإسعاف على نقل الجرحة والقتل إلى المستشفيات في حين قام رجال الإطفاء بإخماد الحرائق التي اندلعت مكان الانفجارين وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما مقتلى ثلاثة طلاب مسلمين في نورث كارولينا وقال بأنه قتل وحشي شائن وقال إنه يجب لا يكون أحد في الولايات المتحدة مستهدفا بسبب ديانته موقف أوباما تزامن وإقامة عدد من الجالية العربية والمسلمة ومعهم أقارب الضحايا الثلاثة الصلاة عن أرواحهم أمام البيت الأبيض وجاء بيان الرئيس في الوقت الذي قالت فيه وزارة العدل الأمريكية إنها ستضم تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي المبدئي لتحديد ما إذا كان الرجل المتهم بالقتل خرق أي قوانين اتحادية بما في ذلك قوانين جرائم الكراهية وأضاف البيان يجب لا يكون أحد في الولايات المتحدة الأمريكية مستهدفا بسبب هويته أو هيئته أو دينه وقدم التعازي لأسار الضحايا ذكرت وكالة وأنباء الإمارات أن الإمارات أعلنت تعليق أعمال سفارتها في صنعاء اليوم ويأتي القرار بعد إغلاق السعودية والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا سفاراتها في العاصمة اليمنية بسبب مخاوفة أمنية بهذا الخبر نأتي إلى ختام مجازة الأخبار عودة لمتابعة برنامج الحدث مع كاترين براحة فيكم من جديد مشاهدينا وبسرني أن أرحب من جديد أيضا بضيف الكتب السياسي والمحامي السيد ليس الزغبي أهلا وسلا فيك من جديد السيد ليس كما قلنا اليوم 14 شباط 2015 سنحاول القراءة فيما تغير في العشر سنوات الأخيرة منذ غطية الرئيس رفيق الحريري حتى اليوم أول شيء بالأمس كان فيه وثائقي معمم على كل وسائل الأعلام لمناسبة هذه الذكرى العاشرة نحن استصنين من هذا الأمر وكان لدينا وثائق الخاص فينا أنت أي وثائق يحضرت؟ أنا بلاحق على كل تقريبا كانت عام بتابع على كل؟ ومع ذلك في إعادات الواحد إذا فاتوا شيء برجع بيتابع على بس مبرحة ما ارتزمت يعني بوثائقي معمم لا لا يعني نقلت طيب خلينا نبلش بالما الذي تغير بشكل عام قبل أن ندخل بكل التفاصيل عشر سنوات مثل ما أنها تحولات كثيرة أحداث سياسية وأمنية كثيرة تحالفات تقلبت منذ عشر سنوات حتى اليوم ما الذي تغير؟ الحقيقة اللي تغير هو معنوي أكتر ما هو فعلي معنوي بمعنى أنه استشراف الرئيس شهيد رفيق الحريري عم يتبلور أكتر وأكتر كان عنده نوع من الاستشراف قبل عشر سنين طبعا أكتر ولكن عشية استشهاده وقت اللي شايف أنه لبنان لازم يكون بموقع مختلف عن اللي عم يتخطط له يعني يكون محور يعني داخل بمحور من محورين المحور كانت كتيري طبعا محور غربي محور عربي محور إيراني مختلفة عن محور اليوم بالتأكيد هلأ المحورين اللي استشرفن هو فعلا صاروا عمليا هن طرفي الإرهاب أو طرفي التطرف في تطرف موجود عند فريقين في محور الممانعة والمقاومة يمارس تطرف يعني ما فينا ننكر ونشوفه بالواقع فهي محور تطرف آخر تحت ريات سنية دينية طبعا داعش النصرى وكل أخواتهم عمليا الرئيس رفيق الحريري كان عم بياخد لبنان يعني بمشروعه وتبين حكى عن مشروع الرئيس رفيق الحريري مرات كتير بيأزموا بيضيقوا لمستوى المشروع الاقتصادي الإنمائي تماما مثل ما كان بده النظام السوري الوصي أنا ذاك إنه بده من رفيق الحريري يكون ناجح بالقطاع المالي الاقتصادي التعمير الإعمار غير ذلك بس مشروع رفيق الحريري كان أكبر بكتير من هالمجال الضيق الاقتصادي الإنمائي كان مشروع لبناني فعلا بكل معنى الكلمة ببعده السيادي السياسي وبانتماءه الطبيعي إلى التقاطع التاريخي الدائم العربي الغربي يعني ما فيكون لبنان إلا على هذا التقاطع هذا الكلام عن هذا المشروع السياسي لم نكن نسمعه قبل 14 شباط 2005 هالمشروع الكبير الذي تحكي عنه أكيد كان فيه مشروع رجل بهذا الحجم يعني مثل ما عم تقول البعد الدولي والبعد العربي والإقليمي والبعد السيادي الأساسي اللبناني والسيادي للرئيس الحريري ولكن هذا المشروع كان يخيف كثيرين ومن بينهم المسيحيون في لبناني لم نعرف هذا الالتفاف حول أو هذا الكلام عن أهمية هذا المشروع إلا من بعد إغتيال طبعا ما هو رافع الخطوات الأولى للمشروع عملية ضخ دعائي خطيرة اسمعنا وقته أنا ذاك عن أنه رفيقي الحريري يؤسلم لبنان وأسلمت لبنان صحيح كان هذا من أحد العنامين لتخويف المسيحيين طبعا هذا الكلام كان معروف من الجاي يعني اليوم نحن مع مسافة معينة من الحدث بعد الإغتيال وعلى تراكم الأحداث على عشر سنين صرنا عم نشوف الصورة أوضح يعني رفيقي الحريري ما كان عم يتجه لأسلمة لبنان وعملوا قضية من وقته من جامعة الكسليك بدوشتريا وبتتعرفي كلها الأصدار كلام كثير كان يحكى تحت هذا العمل هذا الكلام كان يناقض لأنه كانوا متخوفين مثل ما قلت من مشروع رفيقي الحريري ومشروع رفيقي الحريري هو مش مشروع شخص مش هو شخصه هو كان المهماز إذا بده كان الواجهة كان المحرك بس هالمشروع موجود بلبنان يعني موجود كان فيه أيضا وراء المملكة العربية السعودية نعم تمنوا مشروع شخص هذا البعد طبعا مش مشروع شخصي ولا مشروع سعودي هذا مشروع لبناني مشروع لبناني يلبس لبوس عربي واسع ودولية طبعا علقات دولية فإذا هيدا المشروع هو بل ورورة في الحريري مش مشروع بس هك اخترعه هو من رأسه كان موجود والمسيحيين عبر تاريخهم كانوا هني عم بيشتغلوا على هالمشروع أهمية رفيق الحريري أنه بحياته وباستشهاده عطى المشروع بعد وطني يعني معد مقتصر فقط على الاتجاه المسيحي اللي كان بدهم تحرير لبنان من الوصاية السورية بدهم سيادي والحرية والاستقلال معروفة الأدبيات المسيحية كانت تقريبا محصورة بقرنة شهوان ببكركي البطرق الصفير بكل هالفعاليات المسيحية سواء اللي كانت بالمنفى أو بالسجن يعني كل هالحالة المسيحية كانت هي حالة سيادية بيجي الرئيس رفيق الحريري بيعطيه بعد آخر بعد أوسع وباستشهده طبعا صار هالبعد الترجم عمليا ونعرف نحن أنه 14 أدار كانت عملية وطنية مش طائفية ملتأينا ب14 أدار على خلفية طائفية ملتأينا على خلفية وطنية نعم لما منسأل ما الذي تغير يعني ما الذي بقي من هذا المشروع اللي عم تحكي عنه المشروع بعده زيته وهلأ التطورات والمرحلة اللي نحن فيها عم تعطيه مصدائية أكتر يعني صحيح هو عم بيتعسر ما عم بينجاح يعني مش نهيك في انتقادات عديدة لحراك 14 أدار ولكن المشروع بحد زيته ما ممكن تتراجع فيه لأنه هو مشروع بيشبه لبنان يعني بيشبه حالة لبنان مين يلي بدو يمشي فيه يعني فيه نوع من الأجماع من معارضين رئيس الشهيد رفيق الحريري ومن مؤيدينه أنه هذه الشخصية لن تتكرر مع حسناتها وسيئاتها ومع كل الصفات هذه الشخصية لا تتكرر فاليوم من سيتابع هذا المشروع و14 أدار متفككة 14 أدار حتى فقدت ربما جمهورة و14 أدار فقدت بريقة في مبالغة بهذا لا يعني هتا اللي عم تشوف أنا رح تحكي بالطفل ما إلا أنه فقدت بريقة النقد الزيتي ضروري والنقد الإعلامي الصحافي الخارجي من خارج 14 أدار ضروري أكتر منه هالكلام عم تفضلي فيه الصراع موجود الصراع ما انتهى يعني من 10 سنين لهلا الصراع عم بيكفي وعن بيكفي ولو كان فيه داخل غرف أو صالونات مخملية من الحوار ومن البراد المخملية ولكن الصراع موجود يعني صراع من خلال حوار تيار المستقبل حزب الله موجود لأنه الهدف من هذا الصراع هو استقرار لبنان أو صناعة لبنان دولة تليق بالحياتي أو تليق بها الحياتي عمليا بدنا نكون وطن ودولي نحنا بدنا نكون وطن ودولي في مشروع هذا المشروع طبعا الرئيس رفيق الحريري كرسه باستشهده بدمه بتقولي لي مين بده كفي بعد الرئيس رفيق الحريري بيهامته بيقامته بيقدرته هي حالة مضروري شخص واحد هذه هي 14 أدار بس هذه الحالة اليوم عندها أزمة ضعفة بس ما فقدت المشروع بس هي مأزومة مأزومة ما في قصة مأزومة الوضع اللبناني كله سوى اللي مربوط على وضع المنطقة هو كله مأزوم ونحنا جزء من هذا الوضع نحنا مش مأزومين واحدنا يعني الفريق الآخر تماني أدار مأزوم ربما أكتر إذا بنا نحلل ونحكي وين الأزمات كيف موجودة عم تعصف بالكل نحنا جزء من لبنان ونحنا حالة لبنانية طبعا زيت امتداد عربي ودولي ولكن مأزومين صحيح ولكن هالأزمة هايدي ما بتلغي الصراع الصراع هو بين مشروعين إذا بدك في حدين في مشروع لبناني بده لبنان وطن سيد حر مستقل بده بناء دولة ومؤسسات وبده رئيس جمهورية وبده حكومة تقدر تشتغل وتنتج وبده هالحالة هايدي المدنية الوطنية اللبنانية وفي مشروع مربوط على أهداف أخرى على أهداف أخليمية واضحة في محور بالمقابل ما في محور تاني هو المحور ذاته يعني موزع إلى جبهتين جبهتين التطرف واللي عم يتناحروا هلا ونحنا عم ندفع تمام يعني رح نناقش هذا الموضوع طبعا يخضع للنقاش رح نناقش فيه بعد شوية ولكن يعني لما منقول أنه الفريق الآخر أيضا مأزوم لأنه اليوم منشوف أنه في أزمات تعصف بلبنان تعصف بالمنطقة نحن لسنا بمقنة عنها بطبيعة الحال ولكن أزمة 14 أذار أنه فقدت بريقة لأنه فقدت أقطابة يعني اليوم لما نقب وليد جنبلاط يعني كان هو اللولة بالأساسة وفي صلب 14 أذار خصوصا منذ يوم أو لحظة اغتيال الرئيس رفيق الحريري أصبح اليوم في مكان آخر الرئيس سعد الحريري بسياسته ومكان آخر ما بيقدر يكون بسياسته بمكان آخر يعني 14 أذار هي من مشروع حزبي لا لا خليني وضح 14 أذار منا حزب منا مشروع حزبي 14 أذار حالي اسمها 14 أذار من 10 سنين بس هي موجودة عبر عشرات السنوات قبل الفكرة ورح تضل 14 أذار موجودة ولو بي اسم آخر غير 14 أذار بمناسبة أخرى بحدث آخر بصراع مختلف طيب بعد تشيخ وضمن هذه الحالة هذه الحالة موجودة وليد جمبلات جزء منها ما بيقدر يكون خارجها يعني وليد جمبلات ما بيقدر يكون من محور إيران النظام السوري حزب الله مثلا ما بيقدر يكون هيك عمليا ملتزي هذه الحالة سياسية إذا بدك أو خيار سياسي بس مش خيار عضوي وطني الخيار الوطني لوليد جمبلات معروف يعني هلأ مش عم نقيمه للرجل أو عم نحاول نحط له موقع معين هو يختار هالوسطية إذا بدك بالحالة السياسية اللبنانية بين 8 و 14 أداف ولكن بالانتماء العميق لوليد جمبلات اللي هو جزء من هذا الجبل جزء من هذا الوطن اللي هو عنده هالامتداد العربي والعلاقات العربية والدولية فإذا هو ضمن المشروع اللي رسموا رفيق الحريري واللي موجود كان أبر رفيق الحريري بل وروا رفيق الحريري وأطلقوا بشكل أوسع وحد وعطى البعد الوطني من خلال دمج الحالات الطائفية والمسيحية الإسلامية بثورة الأرز اللي معروفة بانتفاط الاستقلال فإذا عمليا 14 أدار مستمرة بهالمنحة هلأ تضعف كما يوجود الرئيس سعد الحريري خارج البلد يعني موجود خارج البلد وداخل البلد لا بتفرق منهم اليوم حتى داخل البلد عم منشوف الخلافات بيناتهم منشوف التنقضات منشوف التبايونات فمن هون الكلام إنه فقدت المشكلة إنه نحنا عم نيس على حالات حديدية مقفلة كأنه 14 أدار بتكون مختلفة ومنهارة وضعيفة ومنفككة مثل ما عم تفضلي إذا ما كانت بتشبه الأنظمة الحديدية يعني إذا ما بتشبه 8 أدار 8 أدار نظام حديدي بتشوفي شيء اجتماعات هيك بتشوفي مقر إلى 8 أدار في شيء مقر بيجمعها مثل أماني العام بـ 14 أدار ولو ما طلع مننا شيء عظيم ولكن فيه هوية معينة لـ 8 أدار 8 أدار حزب مقفل إذا بدك حالي مقفلة إذا بنا نقارن 14 أدار بـ 8 أدار أكيد 14 أدار بتكون مفككة بتكون مفككة نظام السوري نظام حديدي بدك تشبهينا بالنظام السوري اللي واحد فرد فيه هو بيطلع الأرار وهو بيقرر وهو بيحكم وهو بيعمل حرب أو سلم بدك نكون مثل النظام الإيراني وبين الحركات اليوم نحن إذا بدنا نقارن كيف كنتوا بـ 2005 وكيف صرتوا هلأ عم نقارن أنتوا كنتوا تكتل متحد متفقين عن كل شيء عنهم الزخم انتلاقا من المقارنة نحن عم نحكي هذا الكلام ما كنتم عليه وما أصبحتم مقارنة مع ذاتنا إذا بدك من عشر سنين لهلأ أو من 2008 لهلأ يعني مثل عم تقولي أن وليد جمبلات كان وترك أو بعض القوى الأخرى ضعفة 14 أدار بس 14 أدار ما تركت خطة ما تركت غياتها وأهدافها الحقيقية 14 أدار ممكن بالأداء لأنه بيحكم هالظروف وهالأزمات وبيحكم الاغتيالات اللي أضعفتها كليا والشهيد الأخير محمد شطح اللي كان حالي انفتاحي وحوارية مميزة طبعا هذه أثرت على 14 أدار ما بتقدر 14 أدار تكون مثل الشعلي الأولى اللي كانت فيها بـ 14 أدار بهديك اللحظة ثم بالسنتين 3-4 لو استمرت فعلا أو لو ربما بددت هواجس جمهورها كانت كان بإمكانها أن تستمر هوي هواجس الجمهور محقا ولكن عم يتثبت الجمهور شوي شوي أنه الانفصام اللي هني بيحكوا عنه داخل 14 أدار ما حصل وما رح يحصل لأنه اللي بيشمع 14 أدار أكتر من قصة أنه والله ما صاح اختلفوا على أنون انتخاب أو اختلفوا على الحوار هون سنائي وهون ما بعرشو أو اختلفوا على التعيينات والحكومة طيب هيدا يمهمي كلها هيدا هالتفاصيل ولكن الأساس المشروع إذا بدك اللي كنا عم نحكي عنه أنه الرئيس رفيقي الحريص صاحب مشروع هيدا هو المشروع المشروع مكفى مكفى مع سعد الحريري مكفى مع أمين جميل مكفى مع سمير جعجع مكفى مع المستقلين ألم يحب أمل الجمهور بهذا المشروع؟ الجمهور طبعا بيحقله كمرائب نعم بيشوف في تألوبات نعم بيشوف في حالات الجمهور كمرائب بيطلب دايما من إياداته تقدم له الأفضل والأرقة مش دايما الإيادات طبع 14 أدار أو أحزاب 14 أدار أو حالة 14 أدار تقدم الأفضل طبعا فيه أخطاء فيه أخطاء بالتقدير فيه أخطاء بالحوارات فيه أخطاء ببعض التنازلات فيه أخطاء بقراءات معينة لمراحل معينة بس مش معناها حدا بيقدر يزيح ما هذا أدار أنا برأيي 14 أدار أدار يعني قبل 14 أدار كان اسمه شي تاني بعد 14 أدار بكرة يمكن يكون اسمه شي تالت غير 14 أدار بس رح يضل فكرة مشروع قضية 14 أدار مكفية أنا ما عم بيحكي هون شعر عم بيحكي نعم بس اسمح لي عم نشوف بالإطار التاني من الصورة وصول نائب وليد جنبلاط إلى ضريح الرئيس رفيق الحريري في وسط بيروت تفضل نعم يعني هيدا رمز عك الحال هذه الزيارة أنه دليل شو أنه مشروع رفيق الحريري ما بيكون عم ينتعش بزيارة وليد جنبلاط لضريحه أنه هو عم يزوره بس كرجل ولا عم يزوره كحالي كمشروع كفكرة كقضية رفيق الحريري قضية مكفاها سعد الحريري بتقولي لي ماشي مش زيتا القامي مش زيتا الظروف أيضا مختلفة الأساليب ربما مختلفة ولكن بالنتيجة القضية هي زيتا ذكرى العاشرة لاستشهاد رفيق الحريري عم بتأكد أكتر وأكتر أحقية النضال عم تقوم فيه 14 دار وكل هالحالي اللي نحن عم نطلع فيها وننزل في ديوية ديبابي بحراكنا السياسي هاي دي حالات كل جسم سياسي حي بس مش معناها مثل الألفاظ أو الأوصاف اللي أطلقتية تفكك وإنهيار وما بعرف شو لا لا تفكك ولا إنهيار فيه لحمي أساسي فيه عمود فقري أساسي بل وضل يجمع 14 دار بكل الظروف وكل الحالات اللي هي القضية وهذا المشروع اللي عم نحكي عنه هذه القضية نفسها كمان تخضع للتشكيك من قبل كثيرين حتى من قبل جمهور 14 أذار نفسهم بدي أكتر عن الجمهور لأن اليوم عم يشكك بالسيادي والإسرائيلة؟ لا لا بنحكي عن القضية لأنه اليوم لما بنعلن أفريقاء معينين كخصوم ونذهب إلى حد بعيد جدا ومتطرف بمعايدات هؤلاء الخصوم ثم نذهب إلى جلوس معهم على الطاولات الحكومة أولا وفي حوارات ثانيا هل هذا الأمر يشير إلى أنه هذا اعتراف بأنه كانت هناك سياسات خاطئة ومتسرعة ربما اتخذتموها وعدتم عنها خلينا نوصف هالحالتين أنه أعداء منصنفهم أعداء بعد شوية منقعد معهم على الطاولة منصنفهم أعداء منشترك نحن بيهم بحكومة وحدة منصنفهم مجرمين وقتل وليس فقط والآخرين وصفونا خواني وعملاء وقتلي ومجرمين وغيره هل هي سياسات خاطئة أو اعتراف بخطأ وتقولوا السياسة فن الممكن هذا هو فن الممكن يعني اليوم أنت إذا ما بتقدري إذا لم ترد ما يكون أرد ما يكون إذا لا تستطيع أن تحقق إرادتك شوف شو فيك تحقق إذا أنت ما فيك تحقق أرار كبير وخطير اسمه انسحاب السلاح سلاح حزب الله من الحرب السورية وتسوية وضع سلاح حزب الله وسرايا المؤاومة وغيره إذا ما فيك تعملي هالأد فيك تعملي أقل يعني إذا ما منقدر نعالج الأساس خلينا نعالج بعض الظواهر أو بعض النتائج يعني النتائج تخفيف الاحتقان المذهبي عدم الذهاب إلى التصادم الميداني على الأرض بالسلاح وغير السلاح بس لما كنتم مدركين من الأول أنه هالعناوين العالي هالعناوين بعدها ذات السقف العالي ما حدا تخلى عننا أعد فكري حدا بيقدر يتخلى عننا هالعناوين هل كنتم تراهنون على أمور معينة ولم تحصل ما فيه رهان فيه رهان على أحقية هذه العناوين يعني شو بأنراهن على شو أنه إيران وأمريكا يتفقوا على سلاح نووي على النووي ويتفقوا على لبنان بعدين كيف بيحلوا المشكلة اللبنانية ما فينا أن نمطر هالعناوين كيف مراهنة على محكمة دولية بمرحلة معينة محكمة دولية كيف مراهنة على سبط نظام السوري يعني من هون شفنا أنه العداء بلغ مستويات العداء بلغ مستويات متقدمة كيف رهان على محطات معينة من الطرفين على ملفات ساخنة وخطيرة هذه الملفات الساخنة والخطيرة رح تضل ويتفكري لحظة أنه هالحوار السنائي بين تيار المستقبل وحزب الله أو بين القوات والتيار العوني رح توصل للأساس ما رح فيها توصل للأساس هلأ العنوان الأساسي لحوار تيار المستقبل حزب الله شو هو تخفيف الاحتقال المذهب مش هيك وتفكيك الفتائل تبع التفجير العاطفي والطائفي والمذهب طيب هاي دي رح تضل موجودة هالفتائل هلأ من بردها من جمدها متل ما عم نعمل رفع صور وواوا شحارات ولكن إذا ما بتعالجي الأساس رح ترجع تتفجر يعني الصراع المذهب إذا بيضل فيه مسبباته موجودة معي لجنة مسبباته ورح يرجع يبين بمرحلة أخرى يعني مسبباته وقت بيروح إسلاح من لبناني حيرب بسوريا بالطرفين على اللي عم بحكي سني وشيعي وهونيك التقاتل عم بيكون سني شيعي يعني بيشكله العام طيب إذا بيضل هالحالي هالسبب هيدا رح يضل فيه هون احتقان مذهبي بيجي هالحوار بيبرد برش مية على هالحوار لا احتقان مذهبي لكنه لا يعالج جوهر الخير ما بيعالجه فإذا بدنا نعالج أساس المشكلة تفين هالحوار يوصل كمان بالمقلب الآخر مسيحي بدك توصلي للأساس فيك تجمع سمير جعجع وميشيل عون على حول سلاح حزب الله رح أحكي طبعا كلها المواضيع بعد في كتير نقاش بأكتر من نقطة طرحتها ولكن ننتقل لزاميلة رونا وجولتها اليومية على أبرز مورد في الصحف اليوم فضل لي رونا شكرا كاترين وسواح الخير مرة جديدة لكل المشاهدين البداية بفقرة الصحف اليوم من صحيفة المستقبل وتحديدا رسالة سيدة نازك الحريري في الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري إنها الذكرى العاشرة من عمر الشهادة نعم مرت عشر سنوات من الرحيل الكبير رحيل الرئيس الشهيد رفيق الحريري مرت بأيام عبقت بأنفاس الحزن ولكنها حملت أيضا عطرا من الأمل والرجاء بعد أن أصبح استشهادك قضية حق وعدالة ووحدة أرض وشعب نلتقي في هذه الذكرى الغالية كما في كل ذكرى سبقتها على الخير والمحبة نلتقي لنجدد العهد والوفاء للحاضر الأكبر في هذا الغياب ولنؤكد ضرورة التمسك بنهجك ومسيرتك الوطنية يا رفيق لبنان نحن نشتاق إليك يا رفيق الدرب ونعيش أياما صعبة في رحيلك وبتنا نحتاج إليك أكثر من أي زمن مضى نحتاج إليك رجل الدولة والرؤية والمبادئ زعيما وطنيا جامعا كنت تردد باستمرار أن كل سياسة لا تؤدي إلى تحسين حياة الناس وفتح الأمال والآفاق لمستقبل أفضل لا يمكن اعتبارها إن الساعة اليوم تحتم علينا أن نتحمل مسؤوليتنا التاريخية المشتركة أمام بعضنا البعض وأمام الوطن تلك الأمانة الغالية التي أودعنا إياها الرئيس الشهيد رفيق الحريري نحن جميعا مسؤولون كل في موقعه ويكون علينا بالحوار وبالقرارات الصائبة أن نصونا وجودنا ومصلحتنا الوطنية العليا وننتقل إلى صحيفة الأخبار لبنان محافظة في سوريا الثورة في محافظة لبنان مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية الموقعة تمارس مهماتها على أكمل وجه على الأراضي اللبنانية في التعليم وتنظيم الامتحانات واستصدار الشهادات الرسمية الأخبار حصلت على وثيقة شهادة تعليم أساسي لدورة عام 2014 صادرة عن وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة محافظة لبنان وقد ضيلت الوثيقة بتوقيع مدير التربية والتعليم محمد فؤاد مندو وبختم مكتب التربية والتعليم في لبنان في الحكومة المؤقتة وعلم أن السفارة السورية في بيروت أرسلت مذكرة إلى وزارة الخارجية اللبنانية مرفقة بالوثيقة تستفسر عن ظاهرة وجود مدارس في لبنان تعمل تحت مسمى وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة وأماكن تواجدها وكيفية قيامها باستصدار وثائق مزورة للطلاب السوريين وكان الاتلاف السوري المعارض أجرى في الخامس عشر من آب 2013 امتحانات ثانوية العامة للطلاب السوريين في لبنان بإشرافه وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من جهته جزم وزير التربية ليصبو صعب بأن كل شهادة لا تصدر عن السلطات التربوية الرسمية لا يعول عليها ولا تعني شيئا أيضا من صحيفة الأخبار كتب غسان سعود اليوم عن انتخابات حزبية عونية مرتقبة لا يصدق عونيون كثر بعد أن رئيس تكتل تغيير والإصلاح العماد ميشيل عون حاسم ونهائي في قراره إجراء انتخابات حزبية خلال ثلاثة أشهر تنبثق منها قيادة حزبية جديدة على مختلف المستويات مع ذلك قام عونيون كثر في الأيام القليلة الماضية من بين الأموات بحثوا عن بطاقات حزبية لم يستخدموها يوما لتجديدها وعقدوا الاجتماعات لبلورة التحالفات واختيار الأشخاص الأنسب للفوز بالمنصقية أيضا في صحيفة الأخبار وبمقابل انتخابات الحزب التيار الوطني الحر بالأحراء كتبت أمال خليل يوم أن الكتائب يلغي منصب سامي لجميل وافق المكتب السياسي في حزب الكتائب على اقتراح رئيسه أمين لجميل إلغاء منصب منصق اللجنة المركزية المعني بالتنصيق بين الأقاليم الكتائبية والقواعد الحزبية في المناطق على المستوى السياسي الإلغاء لم يطل المنصب فحسب بل طير صفة نجل لجميل الشيخ سامي الذي مد نفوذه طولا وعرضا في الصيف باسم منصق اللجنة فتغلغ لبين القواعد الحزبية علما بأن فتى الكتائب لم ينتظر وصول سهم الإلغاء إليه بل استبقه بإعلان استقالاته من المنصب وإلى صحيفة الجمهورية وبعد المعلومات عن رئيس الحكومة تمام سلام أشارت مصادر إلى أن رئيس الحكومة يتحدث عن صيغة جديدة لاتخاذ القرارات من أحد صيغتين لا ثالثة لهما أولها تقول بالحاجة إلى الإجماع والتوافق الشامل في اتخاذ القرارات بشأن القضايا السياسية والمثاقية التي لا تسمح باستفراد أي مجموعة وزارية تخشى العزلة لأي سبب من الأسباب وأشارت المصادر أيضا إلى أن الصيغة الثانية تقول بضرورة التصويت على القرارات العادية بأكثرية الثلثين في مجلس الوزراء لافتة إلى أنه لا وجود لمنطق النصف زائدا واحدا في الصيغة الجديدة لألا تتمكن أي مجموعة أو مجموعتين من مكونات الحكومة من تطويق أو تجاوز إرادة مكوناتها الأخرى فكل القرارات تحتاج إلى الحد الأدنى من التوافق الحكومي ونقل زوار رئيس الحكومة عنه أنه لن تعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل ولا في الأسبوع الذي يليه ما لم يتم التوصل إلى صيغة التفاهم على الانتهاء من الآلية المعمولة بها اليوم في اتخاذ القرارات التي شلت العمل الحكومي وإلى وولستريت جورنل كتبت اليوم أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي رد على مبادرات من الرئيس الأمريكي باراك أوباما وسط المحادثات النووية بإرسال رسالة سرية له وقال مصدر ديبلوماسي إيراني أن الرسالة جاءت ردا على رسالة كان الرئيس الأمريكي قد بعث بها إلى خامنئي في تشرين الأول الماضي اقترح فيها التعاون بين البلدين في مكافحة داعش في حال ضمان التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني وأشار المصدر الديبلوماسي إلى أن رسالة خامنئي كانت تتسم بالاحترام ولكنها لم تنطوي على أي التزام في وقت امتنع البيت الأبيض عن التعليق هذا الأمر كتبت أيضا عنه اليوم صحيفة هاردس الخبر الأخير من صحيفة السفير ويتعلق بعيد الحب ولكن هذه المرة عيد الحب في دمشق ترف أم تحدي للموت يبدو الحديث عن عيد الحب في دمشق وستق كل ما يجري ترفا مبالغا فيه إلا أن هذا اللون الأحمر المنتشر فوق واجهات معظم محلات أسواق العاصمة السورية يشعرك بأن المدينة تطالب بنصيبها من العشق وبالرغم مما تعانيه أسواق المدينة من تضخم في الأسعار وتراجع للحركة الاقتصادية بسبب الغلاء إلا أن ذلك لم يحل دون أن تنشط تجارة هدايا الحب الحب ضرورة من ضرورات الحياة تقول ليلى بعدما اختارت هدية شريكها وهي ترى أن لا مشكلة في الاحتفال بعيد الحب طالما أن الموت يحاصر أيامنا طيلة الوقت وتسأل الطالب الجامعية ألا يبدو الأمر باعثا على الأمل قليلا في وقت ننام فيه على أصوات الاشتباكات ونصح على ضحايا القذائف دمشق التي فتحت الحرب أبوابها السبعة على يوميات متشابهة في التوتر والترقب والخوف تركت باب يوم الرابع عشر من شباط مواربا لعل الحب يجد له ركنا خاليا وسط كل هذا الدمار مشهد سريالي متناهن في التناقض التقص العاصف أصوات الاشتباكات وصدى المعارك الدائرة والمستمرة على أطراف العاصمة كلها لم تمنع الدمشقيين من الاحتفاء بالفالنتاين ولو بخجل ستفاجئك دمشق دائما بقدرتها على احتضان كل تلك التناقضات وصهرها بلون واحد في يوم عيد الحب كان هذا إذن ما كتب اليوم في صحيفة السفير عن عيد العشاق في دمشق وبهذا الخبر نوصل لختم جولتنا على الصحف فاصل ونرجع لمتابعة برنامج الحدث من تابع مشاهدنا هذه الحلقة ببرنامج الحدث مع ضيف المحامي ولكاتب السياسي الياس الزغبة السيد الياس وصل الرئيس سعد الحريري إلى بيروت ليلة أمس والكل ينتظر الكلمة التي سيلقيها في الذكرى العاشرة لإغتيال ويلدو برأيك ماذا ستغير هذه الكلمة وما هي أبرز مضامينها؟ هي بتأديري ربط ما بين المرحلة الماضية والمرحلة الممكن تجي اللي نبلشي بالحوار يعني هايدي الكلمة مفصلية مش لأنه عشر سنين إنه رقم عشرة لا لأنه ظروف والأحداث والتطورات الحاصلة ووضع لبنان ضمن هالإشيكية هيدا حجرة صفحة الضامة أو صفحة الشاك الشطرانج لازم يكون فيه رؤية فيها أنا برأيي هايدي الكلمة بيتركز على الرؤية المستقبلية للبنان مع أطلالي طبعا على الماضي وعلى التطورات اللي حصلت وبدو يحكي أكيد عن الحوار شو بدو يحكي عن الحوار؟ شو بدو يحكي عن الحوار؟ يعني الحوار هو معروف شو بدو يحكي عنه أهم شي بدو يحكي عنه هو أول شيء المشروع مشروع رفيق الحريري إنه رح يكفيه أو 14 أدار رح تكفي هذا المشروع ما هدوله بالشعارات اللي هيك مكملين يعني الشعاري مكملين مئة سنة يعني إنه معناها المشروع مش إنه مكملين بس تنذكر شهيد رفيق الحريري أكيد ما أحد إلا بده يتذكر شهداء وأموته وضحيات ولكن بدك تتذكري رفيق الحريري بمشروعه بدك تحاول تحقيق هالأفكار أو الطموحات اللي رسمها بشكل أو بآخر واللي مثل ما قلت عطاها بعد الوطني بعد ما كانت إخدي بعد طائفي شوي أو مذهبي مسيحي إسلامي غير شي هلأ الإطلال على المستقبل طبعا بدأت تكون من خلال الحوار من دون التفريط بالسوابة الأساسية أو العناوين الأساسية مشان هيك نحكى عن تشديد ربط النزاع طبعا صار في ربط نزاع وهذا التعبير لسعد الحريري وقت تشكلت الحكومة قال هذه حكومة ربط نزاع وفعلا بيّنت أنها ربط نزاع بكل أبعادها الأمنية خاصة وسياسية هلأ استكمال ربط النزاع من خلال الحوار وكأن مرحلة تانية بعد تشكيل الحكومة في حوار وصولا إلى عين ربط نزاع حوال شو يعني اليوم نتفي على تهدئة الساحة الداخلية نتفي على بعض الإجراءات الأمنية تنخفف عن الناس منتفي من خلال الحكومة ربما الحوار بينعكس من خلال الحكومة أمنيا مثل بالبقاء ومثل ترابلوس وضاحية لاحقا منتفي على إزالة هالشعارات وهذه الشكلة بس ما رح فينا نتفي على الأساس الأساس المشكلة اللي هي السلاح حزب الله ودوره كمقاومة طيب مقاومة مقاومة كيف تحت أي إطار تحت أي شعار هيك مستقلة وحدة ما بتطعطها مع حدا ما قلع علاقة بالدولة شو بيعملوا وزراءة بالحكومة هالمقاومة ليش بدنا نكونوا موجودين بالحكومة إذا ما مردت تاخد رأي الحكومة بالمقاومة الاشتراك طبعا بالحرب بسوريا والتورط في سوريا هايدي عنوين ربط نزاع هايدي ما فيك هلأ لاي ماذا تريكن ربط نزاع إلى متى ربط نزاع إلى أن يحين لأنه هايدي الأضايا مربوطة بإرادة خارجية بأرار خارجية مش مربوطة بإرادة سعد الحرير لو مربوطة بإرادة سعد الحرير وإرادة سيد حسن نصر الله كانوا بالأولى مخارج واتفاءات هي هايدي الأضايا النزاع ربط النزاع على أضايا ما بيملك حدا فيها أرار لا سيد حسن نصر الله ولا رئيس سعد الحرير ولا العماد عون ولا سمير جعج ولكن هل هكذا قرارات جماهيرية شعبوية؟ يعني شفنا أنه عم نرجع نكرر نفس الشي يعني نرفع الشعارات الكبرى بعدين يتبين أنه ما عم نقدر نحقق لأنها مرتبطة بمحاور خارجية مش هايك صار في طواضع وإذ نتراجع صلا صار في طواضع وتتراجع الشعبية بالوقت نفسه مش هايك صار في طواضع بالشعارات إذا بدك مش هايك نحكى بربط نزاع معنى أنه المشاكل الأساسية مربوطة على تطورات إقليمية على استحقاقات إقليمية من الملف النووي من الاتفاق الغربي الإيراني من الحوار السعودي الإيراني في حال حصوله طب هايدي كلها سوا أكيد مربوط فيها سلاح حزب الله ومربوط فيها اشتراكه بالحرب السورية ما عبي يجعل هذا الأمر طرف أقوى بطرف آخر لا لا يعني اليوم إذا بدك تقري هيك مظبوط الحوار شو عم بيعمل في كتير ناس ضد الحوار مش هيك حتى بقواعد وربما قيادات في تيار المستقبل عم بيصرحوا علىنا طبعا في تحفظ في أسئلة عم تنترح أنه هيدا الحوار شو هو غطاء لحزب الله يعني أنا بتأديري كهيك متابع مراقب اللي بده أقدم بالحوار هو حزب الله لأنه تيار المستقبل ما عم بشي أدمه شو بده يقدم حزب الله؟ ما في أقدم شي تيار المستقبل لا عنده سلاح ولا عنده أجندة إقليمية واضحة مرتبطة بمشروع إقليمي أو مشروع دولي ما عنده شي أدمه حزب الله بده يقدم شو بده يقدم الحزب أستاذ الياس؟ إذا كان موضوع السلاح وموضوع القتال في سوريا خارج إطار النقاش وخارج إطار هذا الحوار هذي رح يظلوا موجودين للبحث باللحظة المناسبة هذي ما حدا بيلغيون يعني هذي هن الأساس خارج هالأساسين والمحكم الدولية طبعا خارج لأنه لن بإرادة سعد الحريري ولا بإرادة حزب الله وإرادة حدا هذي محكمة دولية ماشي ماشي وما نسئلين عن حدا عم تكفي وعم تاخد وقت البلد هلأ هنحكي عنا كمانا وعن حقيقا هلأ بيبقى سلاح الحزب الله واشتراكه بالحرب السورية أو تورطه في سوريا هذي مربوطين بالوضع الإقليمي والدولي خارج هالإطارين هون بدك تشوفي كل شي فيك تعمليه بدءا من إنزال صور وعليه وصولا إلى رئيس الجمهورية مرورا بأنون الانتخاب كله هيدا مطروح في الداخل هلو بتعليق عضوية النقب كله هود فيهم ورمسيتا كله هود فيهم هالعناوين هيدا تلاتي ربما أو الأربعة لذكرتهم حزب الله بده أقدم فيهم لأنه تيار المستقبل ما في شي يقدم فيه تيار المستقبل عم ينزل على مجلس النواب وعم يحاول يأمن النصاب لانتخاب رئيس على حزب الله إنه ينزل على مجلس النواب ويأمن انتخاب رئيس طبعا بالاشتراك مع حليف وميشيل عون أي شي بالحوار بده يصير هو تقدمي من حزب الله إذا بدك أو تنازل من حزب الله أو تراجع من حزب الله تيار المستقبل ما عنده شي يتراجع فيه ما أقدم شي ما أخد شيء زيادة من الدولة يرجع يتراجع فيه أنت كمرائبة كصحفية صورة الاعتدال السن الاعتدال السني تحديدا يلي يظهر فيه اليوم طيار مستقبل يحريص على إظهاره بهذه الفترة بالتحديد من خلال حواري مع الحزب هذه الصورة كانت ملوثة وكانت ملطخة من أسابيع ومن أشهر الاعتدال أكيد لأنه إذا بدنا نشوف الاتهامات والممارسة شيء تاني كان فيه اتهامات لطيار المستقبل لأنه عم يغزي التطرف والإرهاب تبين لهم قبل غيرهم يعني حزب الله والنظام السوري وإيران اللي كانوا كلهم عم يتهموا طيار المستقبل وسعد الحريري بدعم التطرف نواب بالكتلة على رأسه كان المنايب خلد الظاهر كان فيه نوع سحيح كان يحصل تبرق بس كان فيه ضمن حدود عطول وكأنه الأمر كان توزيع أدوار بمرحلة معينة ليس 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 توزيع أدوار فيه حالة من البت الحسم أكتر من السابق أنا أقول لك أنه طيار المستقبل منه نظام حديدي منه حزب حديدي منه عزب الله طيار المستقبل طيار المستقبل طيار المستقبل إذا بدك طيار لبيرالي طيار مدني يعني إيراء فيه حرة ما كان بإمكانه يعلق عضوية النائب خلد الظاهر منذ زمن لما كان عم يسرح تصريحات ويرخل المستقبل يتبرق منه لا ما كان فيه هالأد حدي وأخذ الطابع يعني هي تفسرت أكتر بكتير مما وضعها أخذ الطابع طائفي حاد يعني حتى نوع من خلاف مسيحي إسلام مسيحي سنة تحديدا هذا الموضوع من خلال 14 أدار ما حدا فيه يمشي فيه يعني 14 أدار كله سوى مش هستيجار المستقبل ما حدا ب14 أدار بحالة طائفية حادة هيك للتصادم المسيحي الإسلامي ولا حتى بيقبلوا 14 أدار بالتصادم السن الشيعي يعني هذا ضد التصادمات على أساس ديني وطائفي ومذهبي كيف نقبله داخل 14 أدار ويطلع أصوات أنه عم تفسر أنه فيها صدام أو فيها تحريض أو فيها فتنة إسلامية مسيحية مش هايك طيار المستقبل حريص على الاعتدال من الأول للآخر وتلوصلت الأمور لدرجة أنه ما بتنحمل بقى كان يعمل تصريحات أحيانا ضد الجيش مثلا النائب خلط ظاهر أو بعض يعني من مفهومه الخاص هو أنه الجيش عم يكون غطاء أو سترة ستار لتصار وفاتش لدرجة أنه كان هو التيار نفسه يتبرأ منه ولكن يكتفي بهذا الخضر سابقا ما كان فيه سنائي ينحكى عنه معين المرعبي كمان مش هايك صحيح وبشعارات دينية فإذا كل هالشعارات دينية شلوه من الضاحية لجوني مثلا وبعدين أوكي طرابلو الصعتا ركن أساسي في الإسلام لا إله إلا الله محمد رسوله مش هايك هيدا ركن أول أساسي إنه اعتبر هو هيك هلأ نوع من إرضاء للأواعد الشعبية اللي ممكن هيدا اتجاهها وتمثيلها فيه خطأ صار ولكن أخذ بعد وصار استثمار لإله صار فيه توظيف لإله من خارج 14 أدار وأحيانا من داخل 14 أدار أنا برأيي هيدا عاصفة أو زوبعة في بينجان تنتهي لأنه تنتهي كيف أصلك أنه لن تتطور إلى استقالة كاملة من تيار المستقبل أنا برأيي بعدين تتوضح الصورة ممكن تتطور لأنه في صال نهائي أوكي وبكرة والانتخابات ممكن ما يترشع على لائحة المستقبل تنقول بس كمان يمكن تاخد طابعة آخر لأنه مرور الزمن بيبين الحقايق أكتر وحجم الإشي أكتر ما دائما الوهل الأولى بتبقى فيها ردود فعل عصبية وعاطفية لا لأنه الكلام كان واضح لأنه ما هلأ إذا بدنا نحاول نلطف أو ما عم نلطف ما كان قصده أو كان قصده شيء تاني هذا أمر مختلف أنا مودي أحكم عن نواية أنا عم أشوف الوقائع مثل ما هي أخدت أكتر بكتير من حجمها أنا مثلا كمرائبة كمتابع بوقف عن تصريح نائب آخر أخطر بكتير أي تصريح؟ تصريح النائب نواف الموسوي اللي بيصنف المقاوم مواطن درجي أولى يمنح الشرف للآخرين أنا هيدا 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 مش بس طائفي ومذهبي ليه المقاوم معروف المقاوم فيه يكون من كل الطوائف أوكي أوكي بس اللي عم بيحكي بالحالة اللي عم بيحكي فيها ما يقضي طابع مذهبي وطائفي ليش بدنا نغمض عيوننا تانيا ما فيه على المستوى مش طائف حط الطائفية عجنب هذا مثل المسبر وغوث حط المذهبية عجنب مواطن درجي أولى بيعطي الشرف لمواطن تاني يعني أنا مثلا أنت بدك واحد يمضيلك على بطاقتك على هويتك اللبنانية أنك أنت مواطني لبنانية وعندك شرف لأنه مواطن تاني شرف ومميز ومناحك من شرف بتشوف أنه هذا الكلام يشبه الكلام اللي أطلقه أنا بأي أخطر أخطر لأنه صحيح النزاع الطائفي خطير والمذهبي ولكن تصنيف الناس داخل الوطن واحد ومجتمع ومواطنين متساويين حسب الدستور وحسب الأوانين متساويين أمام الدستور والقانون بتقلي أنا درجة أولى أنا أشرف الناس وأنت لا أنا بمنحك شرف كيف هيك أي دولة تقوم أي وطن أي مجتمع اسمح لي هلأ أحكي بعيدا عن مضمون الخطاب كان متوقع أن هذا الخطاب يكون عبر الشاشة وقف بالرئيس الحريري يفاجئ الجميع ويصل إلى بيروت ماذا سيغير حضوره وخاصة وأنه على الأرجح سيكون حضوره شبيها بالحضور السادق في قاب الماضي كم يوم ثم يعود ليغيب لأشهر وربما السنوات هل هذا يكفي أنت متأكدين أنه سيغيب سنوات لا نعرف ولكن يعني إذا كان الأمر مرتبط باعتبارات أمنية أمنية افتكرنا أنه بقاب العودة ربما تكون أطول وأزبها تكون لأيام قليلة فقط هل اليوم الوضع يشبه يعني مجيئه في قاب الماضي وما قيمة أو ما يعني أهمية أو مفعول هذه الزيارة إذا بدأت تكون هيك ليوم أو يومين فقط مدام كاترين أنا مني شايف بالحالة الأمنية شي تغير عن مجيئه السابق عن عودته السابق يعني بعض الأمن زيته صحيح في خطط أمنية من طرابلس للبقاع الشمالي الضاحي بيروت رفع شعارات تخفيف احتقان ولكن الخيارات السياسية بعدها فيها كلفاج هيك فيها هو انهدام قوي ما بين الأهداف السياسية ما في أهداف سياسية سياسية عم نحكي ووطنية تجمع ما بين سعد الحريري وحزب الله أو بين تيار المستقبل وحزب الله أو بين 14 أدار و8 أدار ما فيه حتى بالحوار الآخر المسيحي ما فيه شيء أساسي عم بيجمع عم بيجمع تفاصيل طبعا أنه انتخاب بس الأساس مفهوم الوطن مفهوم السيادي مفهوم لبنان كدولة قائمة بزيتها بدون وصاية من حدا سلاحة واحد امرتة وحدي أرارة واحد مرجعية السياسية هي الحكومة وحدي فيها رئيس جمهورية فيها مؤسسات ما نمت فيه عليها يعني بين 8 أدار و14 بين سعد الحريري والسيد حسن نصر الله أكيد فيه هالانهدام هالتصادم فإذا طالما هالحالي موجود يعني الأمن الأمن منه سابت يعني الأمن منه سابت بس هون كان بدي أقول أنه يعني رغم الخلافات الكبرى المعروفة بيناتهم ولكن واضح أنه الطرفين من خلال التجربة السنوات الماضية إذا بدنا نقول بس من 2005 إلى هلأ أدركوا أنه ما في أي فريق أنه يعيش في هذا البلد بدون الأخر يعني آخر شيء قدرنا أنه نتفق على على أطوان ما لغالب ولمغلوب تاريخي في لبنان هالحالي ما كل الطواقف جربت تكون غالبة منا المسيحيين تحت عنوان المارونية السياسية أو غيره أو غيره والسنة كذلك والشيعة هلأ ويمكن الدروس بمرحلة من المراحل من خلال الحرب مع عيام مرحوم كمال جنبلات والطموحات اللي كانت كلنا جربنا واكتشفنا آخر شيء أنه لبنان تركيبة مختلفة جدا عن كل الحالة اللي موجودة هلأ بسوريا بالعراق باليمن بليبيا بمصر وينما كان مختلفة ونحن نصلح نموذج مش بس للعالم العربي والشر الأوسط نصلح نموذج لأوروبا خاصة بعد هلأ الإرهاب في أوروبا يضرب على خلفية أنه في أقليات مسلمة تعيش في أكثريات وسط أكثريات مسيحية فإذن المشكلة الحضارية إذا بدك اللي بسميها هندكتون صدام الحضارات موجودة بشكل أو بآخر أو صدام الثقافات أو صدام الأديان للأزف طالما هالحال موجودة أو هالإحتمال الموجود لبنان هو الصيغة الفضلة لإعتماده وتعميمه بالمنطقة هذا هو إذا بدك عمق مشروع رفيق الحرير أو عمق الفكرة اللبنانية اللي بلوره مشروع رفيق الحرير بتحويله من حال طائفية مذهبية إلى حال وطنية نعم طبعا أنت ما تقول أنه برأيك الاعتبارات الأمنية التي منعت الرئيس الحريري زيارة موقطة وسريعة احتمال هيك لمناسبة الذكرى فقط ما هو مفعولها إذن على الزمور وعلى الذكرى بحد ذلك برأيك يعني عودت السابقة ما عطيت مفعول حركت كتير إشياء بقى كيفية مليار دولار كيفية معركة أرسل وبعده المليار دولار بده ينصرف عم ينصرف ثلاث مليارات دولار كمان وفرنسا بده تقدم بأول أسبوع نيسان دفع الأولى من التسليح ومبارح أسلحة زيت وزن وزخيرة بقدمتها أمريكا فإذن الحالة مجيء سعد الحريري بيجي على هالحالة الإيجابية إذا بدك من هالناحية أنه أول شي نفسيا وعاطفيا يعني بذكرى استشهاد ويلدو عم يكون بين أنصار وعم يكون ضمن 14 أدار عم يعطي روح يعني مجيء وبيعطي روح معنويا عم بحكي الثانيا يعني بيعطي حراك سياسي جديد يعني هلأ بلاشنا نشوف حركة بيت الوسط اللي بيكون مقفل هلأ في حركة صحيح بس هي الفكرة أنا عن كم يوم فقط هلأ أنا ما فيني أكد كم يوم إدي كم يوم يومين ثلاثة أربعة أو عواطول أو بيروح وبيجي يعني ما مش هون المشكلة مش هون أنا برأيي هذي شكلية إداش بيغيب وإداش بيجي أنا برأيي الفعالية اللي أثبتها سعد الحريري من خلال تياره بالقاون الأخيرة خصوصا من وقت الخطة الأمنية بطرابلوس وحط بصدره وعلى كتافه مسئولية دعم الجيش ودعم الخطة الأمنية وضرب التطرف وتطويقه ودفع تمن طبعا بده يدفع تمن سياسي وشعبي وإذا بدك هلأ وجوده ضروري لأه يركز هالحالة لإسمه حالة الاعتدال الاعتدال مشروع الاعتدال مش هيك إنه كلمة تطلق أو توصيف عادي الاعتدال مشروع هو مشروع بين مشروعين هو مشروع بين منزلتين هالمنزلتين هنه بالأساس منزلي وحده تطرف منقصم إلى قصمين نحن عيشين هلأ بحالة تطرف منقصم إلى جبهتين مشروع رفيق الحريري مشروع 14 أدار إنه نكون مشروع خارج المشروعين خارج الجبهتين يعني خارج محور إيران النظام السوري ضاحي وخارج محور التطرف السني اللي بيتمثل بداعش والنصرة وغيره وغيره فيه مشروع تالت بده يكون استشرفوا رفيق الحريري قبل ما كان فيها المواجهة قبل ما اندلعت المواجهة ما بين التطرف السني وتطرف الشيعي استشرفوا لا اجتماعاته الأخيرة الحوارية الأخيرة البعيدة عن الأضواء واللي نحكى عنها بعدين وأعلن عنها سيد حسن مصر الله شخصيا فاتت بها العمق يعني فاتت بعمق أنه محاولة استباق وإنقاذ حزب الله من التورط في هذا المحور هلأ حزب الله تورد بالمحور من الجولان إلى هلأ درعة إلى القلمون إلى حلب ربما ابتداء بالقصير هذه هالورطة هذه ربما كان رفيق الحريري أنزاك يسعى مع السيد حسن نصر الله لتجنيب لبنان خطر هذا الانزلاق نزلقنا للأسف هلأ المسؤولية صارت أصعب على سعد الحريري وعلى 14 أذار عم بتصنف 14 أذار خارج المحور الآخر خارج المحورين المواجه بوقت أنه كتار بيشوفوه أنه بيصلب المحور الآخر المواجه لمحور الممانعة ومحور المقاومة خارج محور الممانعة والمقاومة أنت هلأ عم تقول أنه في كمانا محور ثالث لا هور ولا هون بها المعنى لا إذا بدك تسمي أنه خارج محور إيران محور إيران نظام السوري العراق اليمن الحسيين حزب الله أنه هذا محور مقابلوا أمريكا فرنسا بريطانيا سعودية الخليج لا ما في محور اسمه هيدك هيدك مش محور نحن ننتمي إلى لا محور إذا بدك في أمريكا وأوروبا والعرب والسعودية والخليج هذا منه محور هذه حالة دولية حالة من هذه الحالة هي اليوم أيضا ينظر لألاء على أنها داعمة للمحور المتطرف السنة اللي عم تحكي عنه هلأ مين عم بتحيرب؟ نحن نشوف أنه اليوم آخر شيء هذا التطرف في حدا عم بيغزيه في حدا عم بيدعمه في حدا عم بيستفيد منه في وجه مين؟ السعودية عم تدعم داعش ويعني خلينا نسمي الإشة بأسمائها هذا ما قاله الأمريكيون هذا ما قاله نائب الرئيس الأمريكي نفسه مش صحيح أول شيء أكثر ناس ممكن عم يتضرروا منها التطرف السنة هي السعودية والخليج وعم يدفعوا تمنة أنا عم بقولك أنه في محورين هني محور واحد بالأساس هو التطرف محور التطرف ينقسم إلى شقين يتصارعان هلأ الغرب أمريكا أوروبا السعودية الخليج الأردن داخلين تركيا بشكل أو بآخر داخلين ضد التطرف السنة ولكن هني محكومين وهيدا الكلام اللي قاله يعني ما توقفنا عنده بس هيدا كتير مهم قاله الوزير الدفاع الأميريكي الجديد كارتر أشتون كارتر اللي كان عم بقدم طي ياخد أوكي من الكونغرس قال مش بس داعش في النظام السوري أنه بدنا نتخلى عن النظام مش نتخلى بدنا نحرر بالنظام السوري بإدارة مقا عملت حمشي من السياسة الدولية يعني حملية نهيك كماندي مستورة مهني مربوطين ببعضهم مبارح بيقول أنه رئيس الأساس جزء من الحال ما بعرف اسم مين عم بيحكي هذا الكلام بيدل أنه في نعمة تلاشة عن مشروع إسقاط الرئيس الأسد لو إسقاط النظام وأنا لفتني على التصريح من المستورة بس كلمة جزء شو يعني جزء ما عم بيقول أنه لا حل بدون الأسد جزء من الحل هذه بتحمل التباسات عكي الحال كيف عم يحكي وين عم يحكي بأي ظروف هيدا بحث آخر يعني مني شايف أنا مكافحة الإرهاب ستنجح إذا ما ضربنا طرفيه يعني ما بعرف أنا إذا أقل خطورة البراميل اللي بتنزل على الأطفال وبتدمر دومة مبارح يعني مدينة دمرت على رؤوس الأطفال يعني وهلأ في حرب باتجاه الجنوب باتجاه دارع وباتجاه الجولان طيب هيدا معاقة دي شغلة بلك شوفي موقف الأردن مننا موقف إسرائيل مننا إنه كيف هيك يعني بهالسهولي الخطر عن دمشق من قبل المعارضة المسلحة بدنا نبعدها بهالطريقة ما بعرف هيدا كلها تابعة لهالصراع الكبير هالصراع الكبير أكيد داخلي في أمريكا وداخلي في أوروبا وداخلي في سعودية والإمارات والأردن وغيره ولكن ما بيقدروا يكونوا إنه عم بيشتغلوا هالشغل ضد داعش لمصلحة نظام مثل نظام بشار الأسد وهيدا الشيء بده أبين مع الوقت القريب بتصور النظام برأيي رح يكون على الأجندة انتهاء من وضعه لأنه رح يظل مسبب هو للتطرف الآخر يعني هذه قراءة في حوله نقاش ووجد الكبير رح نتوقف مع فاصل أعلاني من بعد رح نتابع به هذا الصراع الكبير أين هو لبنان منه وهل سنبقى ننتظر نهايته لكي نحل مشاكلنا وأيضا موضوع الحقيقة والمحكمة الدولية في الذكراء العاشرة فاصل ونعود ابقوا معنا من تابع القسم الأخير من هذه الحلقة مع ضيفها كاتب السياسي ندخل للمواضيع الداخلية حتى ننهي ما يتعلق بالذكرى العاشرة لإختيار الرئيس الحريري الكل يسأل عن الحقيقة بعد عشر سنوات هذه الحقيقة التي وعد بها اللبنانيون وأذبنا بعد عشر سنوات نسأل أين أصبحت هذه الحقيقة وحتى الساعة لم نلمز ولا خيط واحد جدي من خيوطه أنا رأيي الحقيقة ماشي على قدميها تسعة وليكن ببطء طبعا هذه المحاكمة الدولية بطيئة ربدائيا تأخذ سنوات عديدة كمبوديا 28 سنة مش معناها رح تأخذ 28 سنة بس حتى رح تأخذ أكتر مثل ما نمشين لا عمين حكب سنتين لأنه هلأ شهود الاتهام للدعاء بعدين شهود دفاع إذا في شهود دفاع المرحلة اللي بعض منها المرافعات والحكم يعني ما لازم تأخذ كتير أكتر ما منتخيل لأنه دخلت بالمحاكمة يعني هلأ هي بالمحاكمة صاري ما في تمهيد بقى ما في إشياء خلاص فاتت بصلب المحاكمة هذه بقى لا تأخذ أكيد شهور عمين حكب سنتين ثلاثة ما بعد بس الحقيقة بدأت تبين هلأ بتقولي لي الحوار وين ومن هالحقيقة بيلك أنه أني حطه أصلا يعني حتى سعد الحريري قال له نيدا الموضوع ملك المحكمة الدولية أنا مسلم له شو بدأت تعمل لعني عندي سيقافية والمعطيات اللي بين إيديها راح تتبل ورح تبين قدام كل الناس في متهمين من حزب الله في متهمين سوريين في غيرهم يعني هو أنت قد تهم من سوريا إلى عشر سنين خمس سنين منهم مع المحكمة أو أكتر ويمكن بعد سنتين ورح نظل نقدر ندفع نحن كل سنة تكاليف هذه المحكمة لاش لأ أنه هادي الثلاثين مليون دولار أو مبعد خمسين مليون دولار إيدياش بيطلعوا أنه هادي هي الكارثة بلبنان بس ما لو ما عم نعرف حقيقة لأنه هادي بتحميكي وتحميني ما بتحمي بس المشكلة أنه مثل ما قال قلنا بالبداية أنه قد قد تستمر لسنوات يعني هادي قصة السنتين يعني من الأول أنه سنتين وقسب السنوات تمر هل أصارت الحقيقة حقها هالقد بالمليون دولار زيدي أو يعني الحقيقة بلا تامن يعني عاكل حال هادي الحقيقة إذا نكشفت بتحمي الكل تحمينا كلنا بتحمي اللبنانيين تحمي لبنان لأنه الاختيالات السياسية في لبنان قديمة مش هيك يعني من الحرب على قليلة بدون ما نرجع لرياض الصلح أنه عم نحكي من 1975 يعني كمال جنبلات بشيري جميل وصولا لمحمد شطح والسلسلة ماشية طيب شو بده يوقفها ما لبنان صار بلد لغتيلات السياسية بامتياز كيف يتوقف هالحقيقة تتقسم اللبناني أنه نحن بدنا نقصر بتسييس هذه الحقيقة بتسييس على المحكمة طبعا الوقت ما بيسمح لنا أنه نقوض بالتفاصيل ولكن نحن نشوف أنه كانت السييس واضح منذ بداية عمل المحكمة من المحكمة بعيدة عن السياسية منذ منذ اعتقال الضباط الأربعة على شبهات لبنان تهم إلى سوريا بالبداية بعدين صارت التهم إلى حزب الله بعدين كل هذا المسار في وقائع هلأ نحن ما عم نحكي تهم هك بالنطلق في أسماء في وقائع في تليفونات في حركة على الأرض حتى هالأمور فيها تسكير أدلة حتى هذه الأمور فيها تسكير نقول سلافا أنتم المحكمة الدولية مسيسين عندكم غاية جايين تلعبوا لعبي على البنان هذا موقف فريق كبير من اللبنانيين تقريبا مصر اللبنانيين لأن الفريق لا يتقوم بهذه المحكمة طبعا طبيعي يكون موقفوا هكذا الفريق لأنه متهم بشكل أو بآخر حماصر منه متهم كيف بدك يسلم أكيد بدوا لأي ألف سبب وسبب تقول هذه المحكمة مسيسية هذه المحكمة ومنذ البداية قبل أن يصل الاتهام إلى الحزب لأنه دائما المتهم لما انسحبوا من الحكومة بشاوي يستعمل كل الوسائل بوقت مناقشة موضوع المحكمة كان الموقف واضح أنه ما كان في ثقة كان في حذر كان في تريث كان في طلب مناقشة أكثر قبل أن تصل أتهم إلى الحزب لماذا هالحدم السئة اللي بيحسها حالو أنه ممكن ينطال بأي جريمة بده يشكك سلفا ويصير يشكك ويجيب أسباب ومسببات للتشكيك ويخترع من هون ومن هون يعني هذي شهود الزور لماذا سكتوا عنه هذي شهود الزور اللي سقطوا حكومة طيروا حكومة مثل ما هي وإني لماذا سكتوا عنه إذا في شهود زور يعني ما لا يعني بالمقابل وقت تقولي بتشككي هون بكتشكي هون أكتر هذي جماعة شهود الزور لماذا وقفوا عنه لماذا سكتوا صار لهم ثلاثة أربعة سنين سيكتين عن شهود الزور مع أنوا طيروا حكومة سعد الحريري بحجة شهود الزور ليش ما يكشهوا لهم وراءهم بقدموها للمحكمة الدولية وبروحوا بيمثلوا أمام المحكمة الدولية وبيكشفوها إذا مسياسة ما هي وقتل بتكوني حاضرة طيب شميل سيد راح وحيوة اللي يقدموه عمل وبيم أعطيوه حق بجهة ومعطيوه حق بجهة تانية بس بالقليل يهتكم إلى المحكمة الدولية أنا برأي المتهمين من ما كانوا يكونوا ما بننطر 300 سن وما حدا بيدق فيهم بنبعثهم إذا متهمين وإذا هني عندهم يعني فعلا أناعة بالبراءة وضميرهم مرتاح يروحوا ويرافعوا ويدافعوا أمام المحكمة وبتطلع براءتهم من المحكمة مش راح تتهمهم بشي ما بيقنع ما هيدي محكمة علانية عم نشوفها بس بنا ننجح على عمل الثقة المفقود يعني خلينا انتقل لموضوع تاني لأنه الوقت بس راح يدهمنا في موضوع الرئاسة الجمهورية تحت هذا العنوان ملفات كتيرة من الحوارات الجارية حتى بين المستقبل والحزب حتى ولو يقال أنه منه مطلع موضوع الرئاسة على التطوير يبدو راح يدخل بهذه القصة هيك وعدوا هنا بمرحلة من بعد يعني هاي الجلسة اللي جاي سيدسة راح يحكو فيها ولكن أكتر شي الأنظار متجهة إلى حوار طيار مستقبل طيار مطن الحروة القويت وإلى اللقاء المنتظر بين الدكتور جعجع والعماد عون هل سيحصل هذا اللقاء وفي حال حصل ماذا سيغير ما في شي بيمنع أنه يحصل ورجع الدكتور جعجع من سفره وبس عمين حكا أنه مش قريب يعني بس المبدأ أنه وقت بصير ورقة بيسموها إعلان نواية مش ورقة التفاهم إعلان نواية وبنود جاهزة تعلنوها أو بتعلن قبل وهني بيبيركوها بس أنا برجع بقول أنه هيدا الحوار لوين بده ودي هل بيودي لرئيسة جمهورية كيف بيا صيغة هلأ في ضخ إعلامي كبير أنه سعد سمير جعجع سلم لميشيل عون مش هيك هاي عم نقرأ أنه أن يقبل به رئيسة الجمهورية أصبح أمر سيعة برجع ويطرع وصيغها ثلاث سنين لهذا وثلاث سنين لهذا كلها هيدا يعني بلونات اختبار أو مناورات أنا برأيي صعب كتير الاتفاق على رئيسة الجمهورية لواحد منهم إذا ما اتفقوا على الأساس السياسي ما فيه سمير جعجع يسلمنه لميشيل عون برئيسة الجمهورية وميشيل عون ملتزم ومرتبط بتوقيع خطير على ورق التفاهم مع محور الممانعة اللي تحولت من تفاهم كانوا مخجولين فيه ببداياته عم يسموه تفاهم ما كانوا يسترجعوا يسموه تحالف هلأ صار تحالف وجودي وجودي كيف أنا سألت مرة السؤال إذا تحالف وجودي بين ميشيل عون وسيد حسن نصر الله ميشيل عون يعني رابط وجوده بوجود حزب الله وبسياسته وبمشاريعه كيف معناه التحالف الوجودي بالمؤابل السؤال الشرعي الطبيعي هل حزب الله رابط وجوده بميشيل عون يعني مشروعه لحزب الله أو مشروع الإيراني الكبير مربوط بميشيل عون أو فيه تخلى عن ميشيل عون ويكفي بمشروعه بينما ميشيل عون ما فيه تخلى عن حزب الله ويكفي مشروعه هون بتطلع القصة الدقرة الخطيرة العقبة الخطيرة قدام سمير جعجة كيف بدي يسلم فيك رئيس جمهورية إذا مستبعد اتفاق رجلين على موضوع رئيس الجمهورية إذن إلى متى هون سؤال أخير سنبقى بدون رئيس الجمهورية اللي ممكن يتفقوا عليه هو بده يتنازل ميشيل عون عن إصراره لا يبدو أن يسلم بهذا الوارد وبدو يعتبر أنه طرح سمير جعجة عقلاني أنه خلينا نتفق على واحد ثالث قوي يعني نمنح قوتنا قوتنا شعبية نرجع ندور ونرجع على القطة الحل المنطقي هو هاك طالما لا سمير جعجة قدر يوصل ولا ميشيل عون قدر يوصل فإذا خلينا نتفق على واحد نحنا نوصله ونحنا بيكون إلنا فضل عليها بيكون بستمد قوته من قوتنا إذا بدون رئيس جمهورية قوي إذا ما اتفقوا على هالأمر ولا يبدو أن رئيما دعون لحد الساعة في هذا الوارد إذن سنطبضون رئيس الجمهورية إذا نتا في انتظار تحولات إقليمية كبرى بانتظار الملف النووي الإيراني يعني حدوده أدار مفروض يكون بعد أدار إذا صح الكلام أنه بأدار رح يوقعوا ويتفقوا مع هاك الكلام أنه أدار هو بدل تموز أنه قربنا ثلت شهر أو أربعة شهر قبل لأنه عساس بتموز الاتفاق رح يكون إذا بأدار فعلا أو بنسان هو الاتفاق معناها رئيس الجمهورية بتكون أقرب إذا رأي حالة تموز يعني رحنا على الصيف ولا رأي جمهورية نعم بشكر حضورك معنا اليوم السيد ليس الزغبي المحامي والكاتب السياسي ألا وصلاف فيك من جديد في هذه الحلقة بشكر متابعتكم مشاهدينا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كتيبة سلوفانية موجودة في لبنان من 8 سنين ولبنان هو الثاني بلد نخدم فيه عمل اليوم الأساسي يتضمن لإيام ببعض الدوريات في منطقة عملياتنا بجنوب لبنان ومنقوم بالليل والنهار في دورياتنا الاستطلاعية هذه المهمة خطرة أحيانا ولكن الآن كل شيء كان منه الجانب المهم من حفظ السلام هو التواصل مع الجنود ومع السكان المحليين وهذا الأمر بطير مهم